بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المسلم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تريعون بإحسان إلى يوم الدين وبعد مشاهدي الكرام أحييكم بتحية الإسلام فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بإذن الله تعالى في هذه الحلقة وعلى مدار حلقات قادمة إن شاء الله يعني أتكلم في موضوع استهان الناس به وأصبح هذا الموضوع بالنسبة إلى كثير من الناس إلا ما رحم الله عز وجل كأنه شيء عادي ولكن الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم حذروا من مغبات وتبعيات هذا الموضوع لأن هذا الموضوع يعني له توابع خطيرة جدا جدا للغاية هذا الموضوع هو يعني كيف نحمي أنفسنا من الزنا وأنتم كما تعلمون أن الزنا هم من أشر الناس على وجه القرى الأرضي وهم من أخبث الناس على وجه القرى الأرضي لما ينشرونه من فساد مجتمعي أو فساد أسري وفساد مجتمعي وحتى يضرون أنفسهم والله سبحانه وتعالى لكي يرضع هؤلاء الناس بيّن في قرآن الكريم وعلى لسان رسول محمد صلى الله عليه وسلم بيّن ما هي يعني أضرار الزنا وكيف نتقي هذا الأمر الخطير في القرآن الكريم ربنا سبحانه وتعالى قال ولا تقرب الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا طيب هنا ربنا نهانا عن القرب من الزنا ولم ينهانا عن فعل الزنا ونشوف كلام العلماء لماذا نهى الله عز وجل عن القرب من هذا الأمر أو من هذا الزنا ولم ينهانا عن فعل هذا الزنا ويقول الله عز وجل في صفات المؤمنين المفلحين كما ورد في سورة المؤمنون قد أفلح المؤمنون إلى قوله عز وجل والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمنهم فإنهم غير ملومين فمن بتغى وراء ذلك فأولئك هم العدون ربنا سمهم هنا هي عدون يعني بمواتدين لماذا نهم يعني اعتدوا على خرمة الله سبحانه وتعالى اعتدوا على خرمة الأسر اعتدوا على خرمة المرأة المتزوجة اعتدوا على خرمة أهلها اعتدوا على خرمة البكر واعتدوا على محرمات كثيرة جدا أوقعتهم في هذا الأمر الشنيع فربنا سبحانه وتعالى أيضا في سورة النور يقول سبحانه وتعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكح إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين آية غاية في الرواع وكلمة قوله هادريال وحرم ذلك على المؤمنين الحمد لله رب العالمين أن ربنا حرم على المؤمنين الزنا وحنعرف ليه على مدار الحلقات القادمة إن شاء الله إلا الإمام السعد في تفسيره لهذه الآية قال النهي عن قربانه أي قرب الزنا يعني أبلغ من النهي عن مجرد فعله لأن ذلك يشمل النهي عن جميع مقدمات الزنا يعني عن التقبيل وعن الملامسة وعن السعي إليه وعن كل ما إيه ما هو وعن الكلام سواء في التليفون أو بنغير التليفون الخلوة الغير شرعية كل هذا عبر عن مقدمات للزنا والعياذ بالله وطبعا أنتوا عارفين حديث النبي صلى الله عليه وسلم العين تزني وزناه النظر واللسان يزني وزناه الكلام واليد تزني وزناه اللمس والأرج تزني وزناه السعي لفعل هذا الأمر والفرج يصدق ذلك أو يكذبه طيب يعني ربنا سبحانه وتعالى بيّن لنا في هذه الآية أنه كان فاحشة إنه كان فاحشة طيب كلمة فاحشة يعني خد بالك من كلمة إنه كان إنه حرف توكيد وكان فعل الماضي يفيد الاستغراق يعني ربنا يؤكد على أن الزنا بالفعل هو أمر في منطقة الخطورة وأمر يستفحش في القول والفعل فيقول الإمام السعدي إنه كان فاحشة أي يستفحش في الشرع والعقل والفطر لتضمنه التجرؤ على الخرمة حرمة مين بقى؟ حرمة الله سبحانه وتعالى حرمة كتابي وحرمة رسولي صلى الله عليه وسلم أو صنة رسولي صلى الله عليه وسلم حرمة المرأة وحق أهلها أو زوجها وإفساد الفراش واختلاط الأنساب وغير ذلك من المفاسد وساء سبيلها طبعا يعني في النهاية هذا السبيل سبيل سيء للغاية وحنشوف من خلال العلم كيف يكون الزنا من أسوأ السبل التي يعرفها الناس على واجه الأرض هجي النبي صلى الله عليه وسلم في السنة النبوية إيه هي الأحاديث التي يعني ذكرها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم من أجل أن نبتعد عن هذا الفعل الخطير طبعا حضراتكم تعلمون حديث أبي أمامة لما جه شاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لي في الزنا طبعا الصحابة جلسين حول النبي محمد صلى الله عليه وسلم يعني قاموا الكي يفتكوا بهذا الشاب فقال مهن مهن سبوه سبوه يعني رحمة النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال ادنه ادنه مني يعني تعال جنبي هنا ثم قال له النبي محمد صلى الله عليه وسلم أتحبه لأمك قال لا والله يا رسول الله جعلني اللو في ذاك قال وللناس يحبونه لأمهاتهم قال افتحبوه لابنتك قال لا والله يا رسول الله جعلني اللو في ذاك قال وللناس يحبونه لبناتهم قال اتحبوه لأختك قال لا والله يا رسول الله جعلني اللو في ذاك قال وللناس يحبونه لأخواتهم قال افتحبوه لعمتك قال والله لا والله يا رسول الله جعلني اللو في ذاك قال وللناس يحبونه لعمتهم قال افتحبوه لخالتك شوف جاب له جميع المحارم الام والابنة والاخت والعمة والخالة جميع المحارم قال لا والله يا رسول الله جهلا قال ولا الناس يحبونها ولخالاتهم قال فوضع اي رسول الله صلى الله عليه وسلم يدهو على قلبه وقال ده على لهذا الفتى ودي حتة رحمة بقى مننا يعني حتة رحمة الله صلى الله عليه وسلم بيعلمنا اياها ان احنا ما ناخدش الغاص بكوة ولا بغلدة بالعكس نرفق به لعله يتوب الى الله عز وجل فوضع يده صلى الله عليه وسلم على قلب هذا الشاب وقال اللهم اغفر ذنبه وطاهر قلبه وحصن فرجه شوف تلت دعوات بسم الله ما شاء الله اللهم اغفر ذنبه اي فيما مضى لانه كان بيفعل هذه الجريمة رياذه الله وطاهر قلبه اي زكي قلبه فاجعله لا يميل الى هذه الشهو مرة اخرى وحصن فرجه يعني اجعل له فرجا محصلا يعني بالزواج بالعفة بالطهارة يقول فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت الى شيء من ذلك ابدا خلاص ربنا تعب عليه وطاهر قلبه وحصن فرجه بفضل الله سبحانه وتعالى حديث اخرى النبي صلى الله عليه وسلم عن سيدنا عبدالله بن مسعود رجال الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم اي الذنب عند الله اكبر شو بقى لا قال ان تجعل الله ندا وهو خلقك ثم اي قال ان تقتل ولدك خشية ان يطعمك قلت ثم اي قال ان تزاني بحليلة جارك اليوم من ربني اجوج ام اجوج مثل هذه يحلق باسباها كده هكذا قالت سيدة زنب بن تجاحش اللهية رويت هذا الحديث قالت يا رسول الله انا انهلك او انا اهلك وفينا الصالحون قال نعم اذا كثر الخبث اي الزنا والعياذ بالله وحديث اخر ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامته ولا يزكيهم ولا ينظروا اليهم ولهم عذاب أليم نمر واحد شيخ زاني الشيخ الزاني ده الشيخ قطعت عنده يعني دواعي هذه الشهوة خلاص ضعف جنسيا وملك كذاب وعائل المستكبر وقال صلى الله عليه وسلم فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فان اول فتنة كانت في بني اسرائيل كانت في النساء والعاذ بالله الحديث باينة مهم جدا قال صلى الله عليه وسلم لم تظهر الفحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها الا فشا من التفشي فيهم الطعون والاوجاع التي لم تكن مضت في اسلفهم الذين مضوا ويقول صلى الله عليه وسلم لا تزال أمتي بخير ما لم يفش فيهم ولد الزنا ويقول صلى الله عليه وسلم إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله وإن شاء الله يعني نبين من خلال هذه الأحاديث أهميتها في معنى الزنا وعدم القرب من الزنا أكتفي بهذا القدر وجزاكم الله خالي لحس استماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة